دول الرائدة والمظاهرة المجموعة من الخيارات ترتبن بالجرع وممكن بما يتناسب مع التحولات التي يشهر استراتيجيا كبرى التي تؤسس هذه المحطة السادسة بالنسبة للمنادرات الجهوية لتسريع التحول منظومة الجامعية في المغرب ترى أن هذه المناظرة تصفح الأجواء المفيدة للجميع فيها نقاش صحي والذي نريد أن نتناقشه ونعرف ما هي الجامعات الغد والذي نريد وهذا كانت تصورة جميعهم في مناقشات وحوارات مع المتخبين ومع جميع المحيط السوسيو الاقتصادي والمجتمع المدني والطلباء والباحثين والإداريين التي ترى أكثر من مئة وثلاثين لقاء اليوم يأتيوا في هذه الموائد المستديرة ويعطيهم المخرجات وهذا هو النقاش الذي تنتمنى هو أن ترى من مناظرة المناظرة من جهة الجهة وهذا هو الأفكار المهمة التي سندخلها في النطاق الوطني وترى العنصر البشري اليوم كيف مشارلوا جلالة الملك اللي ينصروا والكفاءات المهمة في التطور البلدان وبالخصوص في التحديات اللي كنعيشوا اليوم اللي هي تحديات كبيرة واللي ما قد نجاوبوا معها إلا بالعنصر البشري اللي 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 تكوين ديالو ولا من الأولويات ديال جميع الدول في هذا اليوم تم توقيع على عدد كبير من الاتفاقيات مع الجهة مع المقتل الجهة والاستثمار مع الاسجوين مع شركات كبار كم أرستوم ولكم كنيكسيا ولكم ألا تانية الأخيرة ولكن الأهم بنظري هو توقيع الاتفاقية ديال الشراكة بين الخمس الجامعات واللي تكون قطب جامعي ملتحم متلائم متكامل لهذه الجهة الفاسمكناس اللي الوحيدة اللي عندها هذه الامكانية للخمس الجامعات والخمس الجامعات اللي اليوم تجمعو بخمسة بهم باش يكونوا قطب مهم في تكوين الأجيال القادمة في الابتكار وكذلك في البحث العلمي لأن هذه النقطة هذه مهمة نستطيع لها بحرارة لأنه عندها مستقبل كبير وعندها واحد دافع مهم للجامعة للجهة بكبصة فعامة اشتركوا في القناة